إلى التفاصيل مجدداً أهلاً بكم توقع قبط طلباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان أن تصبح محافظة السليمانية أكبر مركز تجارياً وصناعياً على مستوى العراق وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس غرفة التجارة والصناعة في السليمانية سيروان محمد على هامش تفقوده لمجروع السليمانية 2020 وقال طلباني في المؤتمر إن غرفة التجارة والصناعة في السليمانية ستكون أكبر مركز تجارياً وصناعياً في العراق حيث ستوفر خمسة آلاف فرصة عملا للشباب ويمكننا زيادة حجم الأعمال وتطوير الاقتصاد بشكل أفضل وفيما يتعلق بتسعيرة وقود البنزين قال اتفقنا مع الحكومة الاتحادية على تزويدنا بالبنزين وقد قدمنا التسهيلات اللازمة للتجار لاستيراد هذه المادة ولكن للأسف بعضهم أدخل بنزينا بمواصفات رادية للأقليم وأدخلوا فيه مواد رفعت من نسبة الأكتان وقاموا بمبارسة الغش والخداع كما نوه إلى أن الحكومة الاتحادية تدعم سعر لتر البنزين غير أن اقتصاد حكومة الإقليم ليس بذاك المستوى الذي يسمح بدعم هذه المادة